أصحاب البصائر تقدم مواعظ رمضان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا النَّيْلَا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِهُ وَوَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْسَاءَلُ نَبِيهِ وَالرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاَقُولُوا قَوْنًا سَجِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ وَيَافِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمر محدثاتها وكل دلالة في النار أجارني الله وأحبتي من النار أيها الإخوة المؤمنون لا نزال ننهال في حياض القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ونستقي هذه المواعظ التي نأمول أن يجعلها الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتنا نحن وجميع المسلمين أيها الإخوة المؤمنون موعدة هذا اليوم يدور عنوانها حول المحافظة على الصلوات فالله تبارك وتعالى شرع لنا دين الإسلام وجعل له أركانا يقوم عليها وهم بمتابة الأعمدة التي بها يقوم صرح الإسلام ومن بين هذه الأركان الصلوات الخمس في كل يوم وليلة التي جعلها الله تبارك وتعالى ركنا ثانيا من أركان الإسلام بعد الشهادتين فقال تعالى في غير ما آية واقموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال أيضا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال أيضا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهذه الآيات المباركات يدور موضوعهن حول فرضية الصلاة وإقامتها والمحافظة عليها فليست الصلاة أمرا هينا فللأسف الشديد نرى بعض الناس لا يستهين بصيام رمضان وهذا جميل جدا أن لا يستهين الإنسان بالصيام ولكنه يستهين بالصلاة فصيام رمضان عبادة موسمية مرة واحدة في العام بينما الصلاة عبادة يومية تتكرر في اليوم خمس مرات لذلك يجب على الإنسان أن يحافظ عليها فهي ركن من أركام الإسلام وهي عمود الدين فقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عمد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين وكان ديدان النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع إليها والتوجه إليها كلما حزبه أمر يقول لبلال أرحن بها يا بلال فالصلاة شرعت حتى في وقع بعض أنهاء الشدة كان حباس المطر والكسوف والخسوف شرع الله تبارك وتعالى صالة الاستسكاء في حال انحباس المطر وشرع صالة الخسوف في حالة خسوف القمر وصلاة القسوف في حالة قسوف الشمس كما شرع سبحانه وتعالى الصلاة في مناسبة الفرح والسرور لذلك شرع لنا صلاة العيدين بل جعلها آخر شيء في حياة الإنسان عندما يموت الإنسان يصلى عليه صلاة الجنازة وهي بمتابة ودعه إلى قبره بل هي آخر وصية والصابحة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول عند مماته الصلاة الصلاة وما ملكة إيمانكم فما علينا معشر الإخوة إلا أن نحافظ على الصلاوات ونهتم بها ونجعلها دائما نصب عيوننا لنفوز بما عند الله تبارك وتعالى من الأجر والثواب أقول ما تسمعون وأستغفر الله عظيم لي ولكم ولمسلمين أجمعين فاستغفرون إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين واصلل لهم واسلم وبرك على عبدك ورسولك محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين شكرا